أهلا بكم نفى مجلس الوزراء تقلص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيه وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص مشيرا إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه